منتخب مصر وهزيمة منتخبنا من كرواتيا بأربع أحداث مقابل هدفين في نهاية كاس عاصمة مصر نتيجة كبيرة وشكلنا كان وحش في المطش وأداءنا كان سايق لكن في إيجابيات طلعنا بيها من البطولة دي من الحاجات الإيجابية طبعا في بطولة كاس عاصمة مصر هو الحضور الجماهيري وعودة الجماهير مرة تانية للمدرجات وراء منتخب مصر استاد مصر بالعاصمة الإدارية كنا عملنا فيلوج عن منتخب مصر وعن استاد مصر في العاصمة الإدارية الاستاد كان متأفل 90 ألف متفرج ممكن تشوف الفيديو دلوقتي وتشوف روعة وجمال الأجواء في استاد عاصمة مصر وتشوف حضور الجمهور 90 ألف متفرج الاستاد كان متأفل وكانت أجواء جميلة استاد يعني أوروبي حاجة كده تحس أن انت برا مصر تحفى معمارية في أرض مصر إن شاء الله يعني المطشات اللي جاية نشوف الحضور الجماهيري للمنتخب بنفس الشكل ده ويكون الاستاد متأفل في كل المطشات الخاصة بمنتخب مصر ومطشين تصفية كسر عالم إن شاء الله يكون فيها حضور جماهير كبير وراء المنتخب فأهم حاجة إيجابية في البطولة دي هو افتتاح طبعا يعني استاد مصر في العاصمة الإدارية اللي شوفنا فيه مطشين أمام نيوزولندا وأمام كرواتيا كمان حضور الجماهيري اللي كان متأفل في مقرأة كرواتيا دي من أهم الأمور الإيجابية نتمنى إن شاء الله في اللي جاي إن المنتخب يكون أفضل فنيا والإصابات يعني تبعد عننا بإذن الله ويرجع لنا القوام الأساسي للمنتخب علشان إن شاء الله في مطشط تصفية كسر العالم نقدر إن إحنا نفوز ونتأهل لكسر العالم بإذن الله الإيجابيات استفدنا بيها مش بس في مباراة كرواتيا في البطولة بشكل عام في المباراتين اللي عبناهم في كاسر عاصمة مصر هنتكلم عن الإيجابيات دي وفيه سلبيات كتيرة وفيه مشاكل كتيرة موجودة في المنتخب كل ده هنتكلم عنه في الفيديو ده بس قبل ما ندخل في التفاصيل ارزع اللايك المتين واتنساش تعمل الاشتراك في القناة عشان أي حاجة جديدة توصلك على طول يلا بينا على التفاصيل منتخب مصر وحسام حسن يعني دي تاني مباراة مباراة كرواتيا هي تاني مباراة ليه حسام حسن مع المنتخب ده أنا كان سيء مباراة نيوزولندا إلى حد ما فيه مباراة نيوزولندا كانت الدنيا مدارية نيوزولندا مشخص مقوي ما عندوش قوة هجومية وما عندوش الإمكانيات اللي تبين مشاكل منتخب مصر لكن كرواتيا منتخب متجانس وفي آخر ست سنين من أقوى المنتخبات في أوروبا 2018 وصيف كاس العالم 2022 وصل نص نهائي كاس العالم وبعد كده حصل على المركز الثالث في كاس العالم 2022 كمان في دور الأمم الأوروبية وصيف دور الأمم الأوروبية أمام أسبانيا في 2023 وهيشارك في اليورو هذا العام فمنتخب قوي وعندو إمكانيات كبيرة ومن المنتخبات اللي بتتميز بالنهية بتلعب على الاستحواز وعلى السيطرة على الكورة طول التسعين دقيقة أداءنا كان سيء ويعني أنا مش عايز نشايل حسام حسن الليلة في الهزيمة دي لأن في النهاية دي بطولة ودية ومباراة ودية والأهم من النتيجة هو أنك تعمل تجانس بين اللعبة وتجرب لعبة معينة وتجرب خطة وطريقة لعبة معينة وأكتر حاجة عجبتني في حسام حسن هو الأدوار المركبة اللي بيديها للعبة واللعبة اللي بتلعب في مراكز غير مراكزها مهما كانت اللعبة دي أسماء كبيرة وبتلعب في أوروبا ومحترفين لكن حسام حسن ما بيفرقش ما بين محترف أو لعب محلي ودي ميزة كبيرة ودي حاجة إيجابية ممكن يتبني عليها بعد كده آه في بعض اللعيبة خدت أدوار مش أدوارها وكانت في الأدوار الجديدة اللي دهالها حسام حسن أداءها سيء لكن المبدأ بتاع أنه اللعيبة كلها متساوية واللعيبة كلها أي حد ممكن ياخد أي دور يكلفه به المدرب دي حاجة مميزة حسام حسن مش هنلوم عليه لأن المنتخب ده يعني هو لسه ما بقلوش شهر على بعض مسك المنتخب دي نقطة نقطة تانية هو بيجرب لسه لعيبة وكرواتيا آه اختبار قوي وكرواتيا يعني تكسب أي حد مش بس مصر فيعني ما نلومش على حسام حسن لأنه تجربة ودية ولأنك انت بتلاعب خصمة برضو يعني من أقوى المنتخبات على مستوى العالم اختيارات حسام حسن للبطولة دي يعني في أسماء ما كناش متوقعين إن هي ممكن تكون موجودة في المنتخب في الوقت ده لكن هو إدى بعض الأسماء فرصة إن هي تكون موجودة في المنتخب كمان عنده إصابات وعنده غيابات كتير عن المنتخب بتتكلم في يعني خمسين في المية من القوامل يعني بتتكلم في خمسين في المية من القوامل أساسي للمنتخب غايبين بسبب الإصابات فدي واحدة من الأمور اللي يعني خرج عن قرطه تصريحات حسن حسن بعد الماضش بتاع كرواتيا إنه قال إن في غيابات وإصابات عن غايب عننا عن المنتخب وقال بعض الأسماء وما ذكرش اسم محمد صلاح يعني جلما لا يسبب طبيعي إنه ينسى اسم محمد صلاح مش أي حد ومحمد صلاح يعني من أفضل لعيب العالم وإسطورة مصرية لكن يعني ما نجيش في الهايفا ونتصدر ما نجيش نقول أصله قال لعيبة وما قالش محمد صلاح تما كان ممكن نقول محمد صلاح هنقول في لعيبة تانية ما قالهاش فيعني اللغة اللي حصل على قصة إنه ما قالش اسم محمد صلاح في أسماء لعيبة اللي غايبة يعني أمور بصراحة تفهى ومش ده اللي إحنا يعني بنفكر فيه في الوقت الحالي هدفنا واللي بنفكر فيه هو تصفيات كاس العالم في شهر 6 عندك ما تشين يعني حياة وموت وهيحدده موقفك في التصفيات وهيحدده هل أنت هتكمل في المنافسة على صعودة كاس العالم ولا لأ ودي فعلا التجربة بقى اللي هنحدد فيها حسن حسن قادر إنه يعني يتولى مهمة المنتخب وإيه نعتمد على حسن حسن فترة الجاية ولا لأ فما تشين تصفيات كاس العالم هم التجربة الحقيقية وهم الاختبار الحقيقي لحسن حسن والجهاز الفني عندنا مشاكل في المنتخب دفاعية وهجومية من كاس الأمم ومن قبل كاس الأمم ومع فيتوريا ومن قبل فيتوريا والمشاكل الواضحة للجميع نفس المشاكل الموجودة دلوقتي حسن حسن وقصة بقى الأهلي وإن فيه لعبة من الأهلي اتصابت والأهلي عنده ماتش مهمة قدام سيمبا وإن الدنيا هتقوم على حسن حسن لو لقدر الله الأهلي حصلوا حاجة في ماتش سيمبا كل ده كلام في الفاضي لأنه في النهاية مش حسن حسن اللي يعني قصر اللعيبة مش هل قصر كتف والأدرع ما معشور ولهو سبب في أن يحصل لأي لعيب من لعبة الأهلي إصابة في المنتخب فيعني ده قضاء وقدر فبالتالي دي أمور كلها ما ينفعش الكلام فيها وكل دي أمور خرجع عن النطاق الرئيسي بتاعنا وهو أنه مصلحة منتخب مصر أهم من أي شيء وكمان طبعا حالة اللعيبة البدنية مهمة وسلامتهم مهمة فبالتالي كل الأمور دي يعني قضاء وقدر ما ينفعش إن إحنا نتكلم فيها أحصم حسن يعني قوام المنتخب وقائمة المنتخب اللي خدها لبطولة كس عاصمة مصر كلها أو يعني أكتر من 90% منها لعبة الأهلي ويعني التشكيل الأساسي اللي لعب بيه في الموتشين كلهم من لعبة النادي الأهلي ولكن ده وضع طبيعي لأن لعبة الأهلي في الوقت الحالي هي أكتر لعيبة فائقة وأكتر لعيبة مركزة فده وضع طبيعي إنه يعني يكونوا موجودين مع أحصم حسن لعبة الزمالك زيزو لو مش مصاب كان هيبقى موجود وشوفنا مصطفة شلبي لعب عواد ما شاركش لكن كان موجود مع المنتخب والزمالك في الفترة دي بيمر بظروف صعبة لكن في الفترة الجاي هنشوف العيبة كتير من الزمالك موجودة في المنتخب ونفس الكلام الأهلي طبعا طيب حسام حسن من الأمور الإيجابية شوية في الموتش الأخير بتاع كرواتيا شاف إنه فيه الطرفين بتوع المنتخب يعني الدنيا شوارع وفيه ضغط كبير عليهم وكل لعب يروح عليه اتنين يعني محمد هاني بيبقى في موقف اتنين على واحد نفس كلام محمد حمدي بيبقى في موقف اتنين على واحد إدى تعليمات بشكل صريح ومباشر في الشوت الأول لمرموش وتريزيجيه إن هم ينزلوا يعملوا الأدوار الدفاعية مع محمد حمدي ومحمد هاني بحيث إنه هم يعني يبقى فيه دعم دفاعي معاهم لكن تطبيق القصة دي يعني ما تمش بالشكل السليم كانوا بيرجعوا يعملوا الأدوار الدفاعية لكن بشكل عشوائي لحد ما فخلى شكل نص الملعب التلاتة بتوع خط النص يعني فيه عدم تمركز بشكل كبير الشوت الثاني حسام حسن غير من الشكل شوية حسب ضغط في نهاية الشوت الأول من كرواتيا بدأ الشوت الثاني يغير طريقة اللعب بقى شكلنا يعني بنلعب بستة وراء وقدامهم تلاتة وواحد بس قدام اللي هو مصطفى محمد يعني بتتكلم في الجناحين نزلوا نص الملعب ولعبة نص الملعب بقى بتميل لوراء مروان عطية وحمد نبيل كوكا لما نزل الشوت الثاني بقى كمان في حضن المدافعين فبقى الشكل بتاعنا وقفين على خط واحد ستة مدافعين في النهاية محدش يختلف على شخصية حسام حسن وعلى قوة الشخصية وسيطرته على اللاعبين في منتخب مصر فبالتالي قصت بقى ان حسام حسن ضعيف فنيا ان حسام حسن عنده مشاكل فنية انت جالك مدربين فنيا اقوى من حسام حسن بشكل كبير وما استفدتش منهم لما كان بيبقى عندك في اوقات سابقة مدربين اجانب فنيا عليين بشكل كبير وشخصيتهم ضعيفة كنا بنقول ان منتخب مصر نقصه مدرب عنده شخصية قوية ومدرب يقدر يسيطر على قط اللبس ويقدر يسيطر على اللعيبة وعلى المحترفين فدلوقتي المعادلة تقالبت بقى عندك يعني بنقول دلوقتي ان عندنا مدرب شخصيته قوية لكن فنية ضعيف وانه مدرب بتاع لقطة حسام حسن واحد من الهدفين التاريخيين لمنتخب مصر والاهلي والزمالك واحد يعني عمل كتير للقرى المصرية فبالتالي الكلام اللي مالوش لازمة اللي بتقالع له حسام حسن أنا بصراحة ضده آه أنا فيه بعض الأمور الفنية باختلف فيها مع حسام حسن وبشوف ان حسام حسن عنده بعض المشاكل الفنية لكن احنا قلنا ان الفترة دي منتخب مصر محتاج مدرب عنده شخصية قوية يرجع الروح مرة تانية للمنتخب يرجع الحماس مرة تانية للمنتخب يعيد يعني الدوافع للعيبة المنتخب مرة تانية وبعد كده نشوف نقايم التجربة هل هيقدر بشخصيته انه يعني يفرق مع المنتخب ويبقى شكلنا أفضل والدنيا تبقى أفضل في المنتخب ولا الدنيا هتبقى وحشة فيعني أنا رأيي ان احنا نصبر على حسام حسن ننقايم التجربة بعد مطشين تصفيات كاس العالم بعد شهر ستة نشوف حسام حسن عمل ايه مع المنتخب في مطشين التصفيات وساعتها نقايم ونقول يكمل مع المنتخب ولا لا لكن في الوقت الحالي دي بطولة ودية ومباراة كرواتيا في النهاية هي مباراة ودية غلبت اربعة غلبت عشرة في الآخر انت بتجرب لعيبة وبتجرب أدوار مختلفة للعيبة وبتجرب طريقة لعب وبتجرب بعض الأسماء فظل اصلا ان المنتخب اكتر من 50% من القوامل رئيسي صلاح شناوي امام عشور زيزو فيعني اكتر من 50% من المنتخب غايبين فبالتالي وخط الظهر ريح جازي ملعبش الونش مش موجود فيعني في كل خط كمان عندك لعيبة غايبة كل التوفيق ان شاء الله فيما هو قادم لمنتخب مصر وبإذن الله المنتخب يرجع لصابق عهده ده كان استعراض لمباراة منتخب مصر أمام كرواتيا وبطولة كاس عصيبة مصر في شكل عام أداء المنتخب الأمور الإيجابية اللي اطلعنا بها من البطولة دي هو طبعا شكل الجمهور اللي يفرح وعودة الجمهور تاني للمدرجات كمان التنظيم الرائع وقدمنا يعني شكل محترم للعالم كله في البطولة دي على مستوى كرة القدم طبعا فنيا محتاجين نطور بشكل كبير محتاجين الأداء بأفضل بإذن الله في المرحلة المجبلة كل التوفيق إن شاء الله المتخب مصر في المرحلة المجبلة سلام